السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع سبعنا ما سويت فيديو صح؟ أنا عارف الأسباب في أكثر من السباب بصراحة يعني في مثلا من ناحية تقنية مجموعة الأجهزة اللي بتوصلني أو الأشياء التقنية اللي بتوصلني قلت مثلا من 80% ل 5% نحكي عدد قلي جدا للأسف مش مشكلة رح يتغير هذا في المستقبل بإذنه تعالى إن شاء الله لأله فتح عليه رح أصير أنا أجيب أجهزة وأشتر أجهزة أكثر السبب الثاني وهو الأهم النفسية النفسية مش كويسة أنا ما بحاول أن أقول هنا نفسية سلبية لكم والله عن جد ما بحاول ولكن أنا عارف أنه أنا هيك وإن كنتوا هيك في نهاية هذا شغلي ولازم أعمل شغل لازم أصنع محتوى لأنه هذا الشغلي هذا اللي بيجيب داخل لكن النفسية سيئة بسبب اللي بصير في غزة بسبب أنه اللي بصير هناك قدام كل العالم لحد الآن وكل القتل الفضيع اللي بصير الأطفال اللي تقتل المرأة الحاملة اللي بتطلع لها سيارة وبتطلع للبيبي من جوها بتقتل اثنين مش سيارة هو جب هو يهودي حقير زيهم حقيرين وكل دول العالم ساكته إلا بعض الدول اللي هي مع اليهود مع إسرائيل وإحنا يعني عن جد إحنا لازم إذا إحنا ما صحينا نصح الجيل اللي بعدنا إنه ما بينفع معنا إنه نكون نحبهم ونحترمهم ونقدرهم ما بينفع هذا الحكي ما بينفع كيف نكون قويين كيف نصير القوياء هل هذا بعض الناس هقول لك آه نشتغل عحنا العلم والتجارة والصناعة إشي كويس بس أعتقد إنه هذا مشهو الإشي الأساسي أنا عراق هيك وجد نظري أعتقد إنه لازم عشان نكون قويين نتعامل مع القوي ومين القوي رب العالمين كيف نتعامل معه نعبد وحق العبادة نأدي الواجبات اللي علينا حق عشان هو يمهدلنا الطريق أو يفتحلنا الطريق لا النصر أما إنه نحكي لا بنجهز حالنا بنجهز الجيوش بعدين نعمل ما بنقدرش بدون الدين بدون رب العالمين حتى في جيوش موجودة كثيرة وطائرات وصواريخ موجودة في كل 53 دولة إسلامية موجودة قدرنا قدرنا نعمل إشي صفر عملنا صفر فلذلك أنا هذا يعني هذا بوجهة نظري نرجع لرب العالمين نقوي حالنا مع رب العالمين لأنه هو الحليف هو الحليف أوحد القوي اللي بيده كل شيء مش أمريكا حليفتنا ولا بريطانيا ولا لازم نتحارف مع الفلان الفلان كله حكي فاضي يا إخوان أنتوا شفتوا يعني اللي كنا نفكر فيه زمان منشوفه حاليا على الواقع على أرض الواقع كل الحقائق مكشوفة لا تقعد تقول الحق عمين ومين السبب ومين اللي بلش لا لا الحق واضح إحنا متهدين عن جد وعشان نرجع قويين ما بنفعش أنه والله نروح لتدرب الجيم بس أنا ما بحكي الأشياء الإيجابية غلط لا كل إشي إيجابي صح بس الإشي الأساسي اللي أنا بشوفه من وجهة نظري إنه نرجع لرب العالم الحقيقي نبطل ناس سيئين نبطل نقذب نبطل نغش نبطل نصف نبطل نسرق نبطل نقذب نبطل نفتن نبطل يعني نكره بعض عن جد يا إخواني الكرة بروع على المسجد بنلاقي الناس دقين ببعض هذا بكره هذا ليش هذا على المكيف هذا وطل المكيف هسه وقته يعني عندك تخيل هذا وقت إنه نتقاتل على هيك مواضيع والناس في فلسطين تقتل بأشنع الطرق لكن بنقول إنه ما إلنا غير رب العالمين والله يا إخوان لا تتخلوا عن هاي الفكرة إذا بدنا ندعم أهلنا في فلسطين ما إلنا إلى رب العالمين نشتغل على حالنا نرجع له ونشتغل على حالنا الله المستعلم سلسلة مقارنة المعالجات الناس على الأغلب بتحبها يعني بتشوف إنه فيها فائدة الحمد لله رب العالمين أوكي ما فيش مشاهدات علي مش مشكلة بس على الأقل فيه مئة شخص فيه ألف شخص بيحضروا بيستفيدوا فأنا بحاول دائما أختار معالجات إنتوا بتخطرحوها إلي أني حكي عنها وأنا بستفيد برضو منك وأنتوا بتستفيدوا مني أنا يعني مش ما عنديش العلم كامل لا أنا عندي جزء من العلم يمكن مفتاح العلم من باب للعلم وأنتوا بتكملوا فإحنا بنكمل بعض أنا لست موسوعة علمية الحمد لله رب إن شاء الله بصير يا رب لكني بثقف نفسي زي زيك وبتعلم منك وزي ما أنتوا بتعلمون مني فإحنا فريق واحد وأكثر الطلبات اللي أجدني إنه اعمل مقارنة احكينا عن معالج سناب دراجون ثماني الجيل الثالث ضد معالج الميديا تيك الدايمين سيتي 9300 وقبل ما أبلش بالتفاصيل كل المعالجين يا إخوان رح يعطيك الأداء المذهل لو اشتريت تليفون عليه هذا المعالج أو هذا المعالج يعني ما رح تيحصل لك خيبة أمل أبداً أنا بأكد لك طيب أول إشي بدي أحكي عن تركيبة هاي المعالجات لأنه تركيبة مختلفة بالعادة بكون في تشاوة بس المرة هي مختلفة نحكي عن سناب دراجون سناب دراجون ثماني الجيل الثالث بتركب من نواة أساسية من كورتكس الـ X4 هاي أعلى نواة طبعاً هيجي الكورتكس الـ X5 قريباً إن شاء الله هاي نواة أداء عالي ترددها 3.3 جيجا هيرتز تردد عالي أداءها عالي رح تأخذ الأداء الرائع وعنده كمان ثلاث أنوية بس من كورتكس الـ A720 أداءها كويس ولكن لا يقارن بالكورتكس X4 التردد 3.15 جيجا هيرتز وعنده كمان نواتين من نفس الكورتكس الـ A720 بس بالتردد أقل يعني خفضوا لكلاك عشان لما تكون لكلاك عالي تردد عالي أكيد رح تأخذ أداء أعلى بس هيكون في صحب طاقة فالأرقام هاي مهمة يا أخوان صار التردد 2.96 جيجا هيرتز مش فرق كبير ولكنه أقل وأقل صحب بضلعنا نواتين من الكورتكس الـ A520 وهي نواة أو أنوية الأداء الاقتصادي والتردد 2.26 جيجا هيرتز أما الدايمين سيتف هو مختلف تماماً يمكن هذا أول معالج بيعمل هاي تشكيلة التشكيلة الغريبة شوفوا النواة الرئيسية الأولى الكورتكس الـ X4 زيه زي سناب دراجون التردد 3.25 جيجا هيرتز خلينا نحكيه تردد متشابه صح أنه سناب دراجون أعلى شوي ولكن خلينا نعتبره متشابه الغريب عنده ثلاث أنوية أخرى من الكورتكس الـ X4 متخيلين؟ يعني مبني على الكورتكس X4 هنا أداءه بيكون قوي جداً التردد صحيح مش عالي بس النواة قوية 2.85 جيجا هيرتز أما باقي الأربع أنوية برضو من كورتكس عالية من النواة الكورتكس الـ A720 بس ما أعطوها تردد عالي أعطوها 2 جيجا هيرتز تردد عشان تسحب طاقة أخر أنا هنا توقعت بما أنه هاي الأنوية عالية هيكون صحب طاقة كثير كبير على هذا المعالج ولكن بالفحوصات بالمراجعات اللي شفتها السحب الطاقة جيد ليس أفضل من سناب دراجون في رأيه لكنه جيد جداً ما بيخوف كمان طيب هسا بنروح على موقع نانو ريفيو نشوف إيش نتائج فحصه لهدول المعالجين من ناحية الأداء بالسنجل كور والمالتي كورز سناب دراجون حصل على 98 نقطة الدايمينزيت حصل على 99 نقطة النقطة بالنسبة لي مش فرق بعتبره تعادل ففعلياً أنت بتأخذ معالجين بيعطوك أداء خرافي في أداء الألعاب كلا المعالجين حصلوا على 100 نقطة عشان ما أقولكم مفيدة شابه في فحص البطارية سناب دراجون حصل على 91 نقطة دايمينزيت على 92 نقطة أنا حسيت هنا أو فكرت حكون فيه فرق كبير في أداء البطارية لصالح سناب دراجون بس لا الدايمينزيت أعطى أداء رائع مع أني شفت بعض المراجعين حكوا أنه المعالج هذا طلعت عليه حرارة أعتقد أنه هاي الحرارة تعالج كانت بالسوفتوير أنه ممكن يخفضه التردد تبع المعالج ولكن بضل موضوع الحرارة يعني عند هذا المعالج أكثر قابلية من سناب دراجون عشان هيك يمكن بحمس الناس يروحوا على سناب دراجون أكثر من الدايمينزيت مع أنه أداءه رائع جداً وبالعادة سعره أقل يعني الجهاز اللي بدي يحمل هذا المعالج بدي يكون سعره أكيد أقل من هاتف حامل سناب دراجون هاي الفروقات فأنت بتحب إشي يكون ستيبل كثير بالنسبة للحرارة وأداءه عالي بس سعره أغلى ولا ما بتفرق معك إذا حميله شوي بس تأخذ سعر أقل الخيارات تكون عندك في النهاية الموقع بالنقاط أعطى تعادل لكل المعالجين وهو فعلاً هيك الفروقات ممكن تشوفها ببعض الفحوصات القادمة بدنا نروح على فحص الانتوتو عشرة سناب دراجون حصل على ثنين مليون وسبعة وستين ألف نقطة تقريباً دايمنسيتي حصل على ثنين مليون ومتين واربعة وثلاثين ألف نقطة تقريباً الأرقام هاي تتغيروا لكن في فرق كويس بين دايمنسيتي وبين سناب دراجون الانتوتو بعتمد على كرت الشاشة على الجرافيكس وبطوع الأداء فواضح إنه الدايمينسيتي أعطانا يعني أداء أفضل فللجايمينج يمكن تأخذ أداء أفضل شوي بالدايمينسيتي بس حرارة أكثر روح على جيك بينش 6 في عنا المالتي كورز وفي عنا السينجل كورز نشوف إنه تأجيل اللي طلعت هون في فحص السينجل كور سناب دراجون حصل على 2176 نقطة الدايمينسيتي حصل على 2223 نقطة زيادة 2% لصالح الدايمينسيتي بس هذا لا يعتبر فرق بالمالتي كورز سناب دراجون حصل على 7238 نقطة دايمينسيتي حصل على 7493 نقطة فارق تقريبا أربع بالمية برضو أنا بعتبره هذا مش فرق لكن النتيجة النهائية أرقام ممتازة جدا على الصعيدين في عنا كمان فحص 3D Mark سناب دراجون حصل على 16530 نقطة دايمينسيتي حصل على 16082 نقطة أفضلي شوي صغير الامين سناب دراجون في الذاكرة يعني فيه تقارب كبير جدا بينهم فأنا بعتبره أداء واحد في الملتي ميديا صحيح إنه دايمينسيتي بيدعم كاميرا تكون 320 ميجابيكسل لحد ما شفناش زيها يعني أرض الواقع والسناب دراجون بدعم 200 ميجابيكسل لكن أداء سناب دراجون بالفيديو أفضل هذا بيعطيني انطباع إنه الكاميرا اللي رح تحمي أو الجهاز اللي عنده كاميرا وحامل سناب دراجون رح يعطيك تجربة بالتصوير بشكل عام أفضل من أي جهاز حامل هذا الدايمينسيتي حتى في الكميونيكيشن بالاتصال بالأبلود والداولود في تقارب صحيح إنه الدايمينسيتي عنده الابلود أقوى بس يمكنك الناس ما بتكثير بتركز على الموضوع بتركز على الداولود الداولود متساوي فهيكا زي ما شفته يعني أداء متقارب كثير أنا يعني شخصيا وأنا جربت سناب دراجون 8 جيل الثالث على أكثر من جهاز بحب هذا المعالج أداء مرضي تماما بالألعاب بالتطبيقات حرارة ما واجهت حرارة لحد الآن بالأجهزة اللي استخدمتها وبنصح بهذا المعالج بكون سهل علي إني أقولك آه اشتري هاتف يحمل هذا المعالج سهل جدا هذا لا يعني إني أنا بكره الدايمينسيتي بالعكس أنا كثير مستمتع إنه الدايمينسيتي أو ميديا تيكسرت تطلع معالجات منافسة ورح نشوف الدايمينسيتي إلى 9400 برضو معالج واعد جدا فهذا التنافس مفيد جدا أنت في النهاية اختار الأنسب إلك يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء